يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة يوم الخميس الجاي مباراة مهمة لمنتخبنا الوطني أمام منتخب بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم ده الخابة اللي حضراتكم كلكم عارفينه المباراة في استادة القاهرة ده الخابة اللي حضراتكم كلكم عارفينه بالنسبة لأنا بقى اللي لسه مش عارفه دلوقتي في هذه اللحظة احنا هنملى المدرجات ولا لا؟ احنا هنروح كلنا نشجع منتخب مصر ولا لا؟ الاستاد ده هيتملي زي ما كان مليان في مباراة النهاء الأفريقي للأهلي ونهاء الأفريقي للزمالك ولا لا؟ هي هنا أو الكلماتين اللي جاي أقولهم دول مش نصيحة أقول للناس لا لازم تروح للمدرجات وتمنوا المدرجات وشايف أنا اتحاد الكرة بيعمل كل شوية فيديو كده دعاين للناس تروح تشجع منتخب مصر مش المفروض أصلا ان احنا ننصح الناس تشجع منتخب مصر بس نفكرهم المنتخب مصر ده اه انت بتفرح بفرقيتك أهلي وزمالك بس الفرحة مع منتخب مصر مع كامل الاحترام للجميع يعني كل الأندية هي فرحة خاصة جدا وفرحة مهمة جدا 2006 و2008 و2010 ومتشط تصفات كهس العالم وتفاصيل كتير قوي تاريخية على استاد الكاهرة ده عشناها وفرحات أو فرحة أو أكتر من فرحة عظيمة عشناها مع منتخب مصر في الملعب ده روح لمصلحتك انت مش لمصلحت منتخب مصر لمصلحتك انت هتقول ليه لمصلحتنا ازاي هقولك هتروح ربنا يكرمنا هتطلع بموت كويس هتبقى مبسوط تفرح معنا ان منتخب مصر وصل كاس العالم لما منتخب مصر بلعب في كاس العالم احنا كلنا بنلتف ونبقى مبسوطين ومدنة حلوة تفاصيل كتيرة أوش روح استمتع بالمباراة روح شجع منتخب مصر روح شجع نجوم منتخب مصر روح شجع صلاح والشناوي وعبد المنع عم وزيزو ومصطفى فاتح وشجع كل اللعيبة بقى كل اللعيبة اللي في منتخب مصر وتريزيجي ومروان عطية اي لعب اعتا بتحبه روح شجعه ولابس شرط منتخب مصر روح يا جماعة استمتعوا بالمباراة واعرف انها هتثبت لك مودك منتخب مصر لما بيبقى كويس لما بيبقى ناجح لما بيبقى ماشي كويس في بطولات وتصفيات احنا كلنا مودنا بيبقى حلو المود العام بيبقى حلو وانت عليك دور دور كبير جدا ايه وقت تستعوين بيه يعني مثلا مثلا يعني هاشرحلك ببساطة يعني شوفي ناس تقولك ايه يا عم خلاص انا مش رايحة لاستاذ ما فيه ناس تانيها هتروح هي عاملة بالزبط زي ايه اللعيب اللي في الملعب ممكن يقول ايه والله انا مش لازم اقدي بقى كويس ما فيه عشرة كمان غيره هيلعبه لا لو واحد ما قداش كويس المطش كلها هيبوز بالفرقة كلها هيبقى عندها مشكلة اهو نفس القص انت انت لازم يبقى ليك دور ودور انت فاهمه ودور انت عارفه ودور مؤثر ان شاء الله مع منتخم مصر مستهونش بدورك انت مسؤول زي ما اللاعب ده مسؤول في ارض الملعب زي الموديل الفني ما هو مسؤول على الدكة انت كمان مسؤول في المدريات ان شاء الله تقودنا كمشجع لكاس العالم انا مش بقول والله كلام لذيذ وكلام شعرات وكلام وانشاء وكلام ده لا على مدار التاريخ على مدار التاريخ البطلات اللي كسبناها على استدكار التصفيات المباريبت على التصفيات اي حاجة مشينا فيها بشكل كويس كمنتخم مصر السبب الاول والرئيسي هو الجمهور الاول والرئيسي بعد كده اسباب تانية بقى لعبة مكتهدة وكويسة مدير فني محترم كده يعني بس الاصل كان في الجمهور فلو سمحت لو بتفكر بالطريقة اللي هي بتاعت ايه لو انا ما روحتش غيري هيروح مش لازم اروح انا تبقى غلطان بالظبط انا اديتك المسل لعيب في الملعب وسط ال 11 قالك ايه انا مش لازم اعدي اوي ما في عشرة هيقده هتبوغ زداني فلو سمحت لو ما اشتريت تذكرتك لو هشتريها دلوقتي على طول وشجع من قلبك منتخبنا الوطني ان شاء الله